شكل نبأ رحيل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الانهيان إلى جوار ربه العنوان الرئيس في مختلف المواقع الإخبارية ووكالات الأنباء والصحف العربية والعالمية كما تصدر واسم خليفة بن زايد مواقع التواصل الاجتماعي ما أن أذيع الخبر المؤلم الذي أعلن للعالم بأسره عن رحيل ابن الإمارات البار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الانهيان إلى جوار ربه هذه الفاجعة التي أوجعت شعب الإمارات الشقيق وشعوب الأمة العربية والعالم كانت الموضوع المتحرك على مدار الساعة وحديث الملأ وأبرز عنوين وكالات الأنباء والصحافة ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي التي اكتست بالسوادي وطغى على كلماتها الحزن بهذا المصاب الجلل فإلى المواقع الإخبارية ووكالات الأنباء التي لم تهدأ فكتبت وكالة أنباء مملكة البحرين فقيد الإمارات فقيد البحرين تاريخ عظيم سطره الراحل الكبير أما وكالة أنباء الإمارات التي نعت قائد مسيرتها خليفة بن زايد في ذمة الله لتتوالى بعدها البرقيات المعزية برحيل صاحب التمكين أما الموقع الإخباري العين الإخبارية فنعى رحيل الشيخ خليفة بن زايد فقيد الإمارات والأمة أما وكالة الأنباء السعودية فعنونت خادم الحرمين الشريفين يوجه بإقامة صلاة الميت القائب على سم الشيخ خليفة بن زايد بالمسجد الحرام والمسجد النبوي أما وكالة الأنباء الكويتية فقالت سم أمير البلاد يعرب في برقيته تعزية لنائب رئيس دولة الإمارات وولي عهد أبو ظبي عن بالغ حسنه وتأثره بوفاة الشيخ خليفة بن زايد أما وكالة الأنباء العمانية فقالت جلالة السلطان المعظم ينعى أخاه سم الشيخ خليفة بن زايد أما الموقع الإخباري اليوم السابع فعنون جثمان الشيخ خليفة بن زايد يوارد ثرى بمقبرة البطين في أبو ظبي في حين أفرد موقع بي بي سي الأخباري مساحات واسعة للحديث عن الشيخ خليفة بن زايد من هو رئيس الإمارات وحاكم أبو ظبي الراحل أما على الصعيد الصحافة التي كساها السواد والحزن كان عنوانها الرئيس والعريض في صحيفة أخبار الخليج البحرين تنعى الشيخ خليفة بن زايد في حين صحيفة الأيام افتتحت صفحاتها بمقال افتتاحي حمل عنوان خليفة بن زايد رجل الدولة قائد العطاء الإنساني وصحيفة البلاد سطرت في كلماتها قائد مرحلة التمكين بالإمارات يترجل أما صحيفة الشرق الأوسط السعودية الإمارات تودع خليفة بن زايد قائد التمكين وصحيفة الأهرام المصرية قالت السيسي الفقيد قدم الكثير لبلاده وأمته حتى صارت الإمارات نموذجا للتطور والحدثة هذا وتصدر واسم خليفة بن زايد على مدى اليومين مختلف مواقع التواصل الاجتماعي التي طقى عليها مشاعر الحزن على فقيد الإمارات والأمة العربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر